يعني إيه اعتداء في الطهورة؟ وفيه اعتداء في الطهورة يا مولانا؟ إحنا عرفنا أن الاعتداء مجاوزة الحد يبقى أنا مجرد ما تجاوزت الحد في أي شيء أنا أصيره معتدياً وعليه فإنسان مثلاً يتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن الوضوء يمكن أن يكون مرة مرة يعني الأعضاء المغسولة تغسل مرة واحدة وممكن يكون مرتين مرتين والسن أن يكون ثلاثاً ثلاثاً فإنسان إذا تجاوز ذلك وغسل الأعضاء أربع وخمس مرات هذا يكون اعتداء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء فتوضأ وغسل الأعضاء المثلثة ثلاثاً ثم قال في نهاية حديثه صلوات ربي وسلامه عليه هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبل فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم فالإنسان حين يتجاوز في عدد مرات الغسل في الوضوء فهذا يعد تعدياً لأن هذا إسراف والإسراف مجاوزة الحد والإسراف تعد ولذلك مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف لا تسرف ويبدو أن إسراف سيدنا سعد لم يكن في تجاوز عدد المرات وإنما المرات هي هي نفس المرات لكن الماء المستعمل كثير أكثر مما ينبغي أن يكون فقال له سيدنا سعد أفي الوضوء يسرف هو الوضوء ممكن يبقى في إسراف كأنه تعجب مثل التعجب الذي تتعجبين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم وإن كنت على نهر جار يعني الإنسان حتى لو بيتوضأ من نهر جار الماء فيه كثير ينبغي أن لا يتجاوز وأن لا يتجاوز هذه السنة التي سنى النبي صلى الله عليه وسلم وهي التثليث في الغصل ويكون بقدر كاف من الماء